مأزق طالبان يتجلى بعد فترة قصيرة من سيطرتها على حكم البلاد بعد غياب امتد لعشرين عاما والسبب في ذلك داعش خرسان العدو اللدود للحركة خرسان هو اسم كان يطلق قديما على المنطقة التي تضم أفغانستان وباكستان وإيران ووسط آسيا مراقبون أكدوا أن تنظيم داعش خرسان هو المنافس الاستراتيجي لحركة طالبان خاصة بعد أن تبنى التنظيم مسؤولية التفجيرين الذين وقعا الخميس قرب مطار كابل يعد داعش خرسان الذي ظهر لأول مرة عام 2015 الذراع الأيمن لتنظيم داعش في كل من أفغانستان وباكستان ويقال أن التنظيم يضم آلاف الأفراد انضم إليه من دول وسط آسيا والشيشان والهند وبنجلاديش والصين إضافة إلى منشقين من حركة طالبان ووفقا لتقرير مجلس الأمن الدولي الصادر في شهر يوليو الماضي فإن عدد عناصر داعش خرسان يتراوح بين خمسمائة وبضعة ألاف وعقب أعلان قيام داعش خرسان بدأ عناصر التنظيم يتمركزون في المناطق الجبلية بين ولايتي ناننجارهار ونورستان وينشط التنظيم في ولايات كنار ولغمان بأفغانستان كما حاول خلال الشهور الأخيرة التواجد في محيط العاصمة كابل والولايات الشمالية واشنطن كانت أدرجة هذا التنظيم على لائحة التنظيمات الإرهابية عام 2016 وفي أغسطس 2016 أيضا قتلت القوات الأفغانية حافظ سعيد مسؤول تنظيم داعش خرسان وفي إبريل 2017 قتل خلفه عبد الحميد لغاري وتبقى لمؤشر الإرهاب العالمي التابع لمعهد السلام والاقتصاد فإن تنظيم داعش خرسان كان حتى عام 2018 واحدا من أكثر أربعة تنظيمات إرهابية دموية على مستوى العالم أما التنظيم فيصف حركة طالبان بأنها تضم قوميين تهدف لتأسيس حكومة محلية منحصرة في أفغانستان بينما يتبنى هو أي تنظيم داعش خرسان رؤية لتأسيس خلافة عالمية ترجمة نانسي قنقر